السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أسعد الله أقاتكم أبنائي ومناتي بكل خير كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بأتم صحة وعافية بإذن الله معكم معلمتكم مناو الصالح الغريب معلمة للمرحلة المتوسطة لطلابي وطالباتي المبدعين والمبدعات والفنانين والفنانات في الصف الثاني متوسط معي في مادة الفنية للفصل الدراسي الثالث عنوان درسنا هو دراسة للخنجر بالقلم الرصاص قوانين التعلم عبر قنوات عين التعليمية في البداية أحب أن نذكر القوانين التي يجب أن نلتزم بها حتى نستفيد مما يعرض علينا على قنوات عين التعليمية أبنائي وبناتي لذا أحب أن أذكركم أن عليكم أولا اختيار مكان مناسب للتعلم بعيدا عن الضجيج بعيدا عن التجمعات حتى تكونوا بكامل تركيزكم وانتباهكم أيضا أبنائي وبناتي تكون لديكم معرفة مسبقة بجدولكم ووقات التعلم المباشرة سواء على منصة مدرستي أو على قنوات عين التعليمية ومن خلال ذلك إذا كانت لديكم معرفة مسبقة بجدولكم سيكون لديكم استعداد لتجهيز الأدوات الخاصة بكل مادة معنا في مادة الفنية أبنائي وبناتي نحتاج كراسة رسم اليوم نحتاج قلم رصاص نحتاج أيضا إذا كان متوفر لديكم أدوات هندسية مصطرة الأدوات اللي ممكن تتوفر حتى تساعدكم على الرسم بشكل جميل كذلك أجهز كتابي أدوات اللي احتاجها أستمع إلى درسي بتركيز أحاول أن أطبق الخطوات في مادة الفنية نعتمد على تحليل المهمة أجزاء رئيسية لذلك أبنائي وبناتي نحاول أن نستمع حتى نطبق المهمة جزءا جزءا مع معلمتي وبذلك أصل في الناتج إلى إتقان المهارة بالمجمل أتابع أيضا الدرس حتى انتهاء الوقت المخصص لا حتى أستفيد استفادة كاملة من دروسي بعد ذلك نوجه رسالة إلى أولياء أموركم نطلب منهم التواجد أثناء فترة البث وذلك للتوجيه والإرشاد أخيرا أبنائي وبناتي درسنا عن دراسة للخنجر بالقلام الرصاص الهدف العام هو أن يتعرف الطالب والطالبة على رسم الخنجر أهدافنا التدريسية أولا أن يذكر الطالب والطالبة المميزات الجمالية الموجودة للزخارف الشعبية كذلك أن يذكر الطالب والطالبة أبنائي وبناتي تفاصيل الرسمة التي أمامها وما هي الرسمة هذه النقوش الموجودة عبارة عن نقوش نباتية أشكال هندسية يتعرف عليها أن يرسم الطالب والطالبة بشكل مبسط باستخدام القلم الرصاص لماذا لنموذج الخنجر بعد ذلك أن يضلل الطالب والطالبة بشكل مبسط باستخدام القلم الرصاص أخيرا أن يكمل الطالب والطالب الرسم بدقة وذلك باستخدام التفاصيل الزخارف الشعبية نحرف أن الزخارف الشعبية هي مرتبطة بأصالتنا بشي قديم متوارث من أجدادنا بأنه شعبي هذا دليل أنه من قديم الزمان كان لدينا حبا للفنون من أجداد أجدادنا كان هناك فن وإظهار الفنون بأشكال من خلال نقاط وأشكال وخطوط تظهر كذلك هذه الهندسية وأشكاء وكذلك رسومات من الحيوانات والنباتات جميع هذه الأشياء والكثير منها تظهر بشكل متناسق أبنائي وبناتي تمنحنا بالأخير شكلا جماليا رائعا نلاحظها في ماذا في تزيين المساجد نلاحظ في تزيين المباني نلاحظ حتى في تزيين المنازل نلاحظوا البيوت الشعبية القديمة أو المساجد لاحظوا المسجد الحرم المكي والمسجد الحرم النبوي كيف أنها جميلة وتظهر عليها النقوش الإسلامية وكيف تظهر بشكل جمالي رائع أنواع الزخارف المتبعة التي يمكن أن نطبقها في المملكة العربية السعودية مستوحى من ماذا؟ من الزخارف الإسلامية لماذا؟ لأننا ثقافتنا ومن عاداتنا وكمسلمين دائما نستوحي شيء من أصالتنا ومن أصالتنا ماذا؟ الدين الإسلامي أبنائي وبناتي إذن هو منبع ثقافتنا الدين الإسلامي لذلك نستوحي دائما الزخارف من الدين الإسلامي وتظهر متعددة الأشكال والأنظمة منها هذه الزخارف والأشكال الهندسية كما نلاحظها زخرفة كتابية لغتنا العربية لغة جميلة أيضا تحب الفن تظهر بأشكال مميزة من خلال الكتاب بلاحظوا كلمة بسم الله الرحمن الرحيم كيف كتبت بطريقة فنانة وتظهر فيها الفن الزخرفة النباتية بالنباتات وكيف الرسوم الورد وكيف المستوحى من أوراق الشجر والورود طبعا الزخرفة على السيوف والخناجر نعرف أنه في زخرفة على الحلي وتحدثنا عنها تحدث عن الزخرفة الموجودة على السيوف والخناجر التي يقتنيها الرجال من محبة الرجال لهذه الأشياء وأنها تعتبر دائما يحملونها فكانت تعتبر من الزينة التي يحملها الرجل ومن الاعتزاز بالشجاعة والقوة لذا كان يهتمون بزخرفتها ومن الزخرفة الإسلامية سواء بأشكال الهندسية أو بالزخرفة النباتية كما نلاحظ تحدثنا عن أجزاء الخنجر بالتفصيل رسمنا في درسنا السابق الجزء الأول اللي هو القرن رسمنا الصدر أو الطوق أو الطمس اللي يسمى اللي هو الجزء اللي بعد القرن على طول ننتقل إلى الجزء الثاني الجزء الثاني أبنائي وبناتي راح أقسم قسمين جزء الأول كيف يونحني بالشكل هذا اللي على الخارج والجزء الداخلي الجزء الثاني اللي نعتبره هو الجزء الداخلي كيف يظهر بشكل متعامد يظهر لكم أكثر في الرسمة هنا لاحظوا هنا منحني لاحظتم منحني من الجهة اللي بالخارج والجزء الداخل كأنه متعامد بإمكاني استفيد من المصطرة في رسم هذا الجزء المتعامل طبعا إحنا في درسنا السابق رسمنا القار لاحظوا معي أبنائي وبناتي طبعا إحنا نستخدم قلم الرصاص رسمنا القار رسمنا الصدر هذا الجزء من الصدر وقسمناه بالمصطرة إلى جزئين رح نزيد الآن على رسمة هنا 2 سانتي بالمصطرة لاحظوا بالمصطرة رح أستخدم تسهل علي المصطرة وممكن تشوفون الرسمة في البداية حتى أمرن يدي على الرسم بطريقة صحيحة لأنني أنا تقريبا إحنا نبلغ الرسم من خلال مشاهدة نموذج إذن أنا أزيد في البداية 2 سانتي لاحظوا أبنائي وبناتي كما يظهر لكم في شاشة العرض هنا تظهر إنحناءة بسيطة كأني بكتب مثلا حرف الراء أو حرف اللام لاحظتم هنا هذه الإنحناءة البسيطة رح نطبقها مع بعض إذن ممكن أستفيد من وجود المنقلة إذا كان معي منقلة أو نصف دائرة إذن هنا لاحظوا رح نحاول ننحني قليلا كأن حرف الراء لاحظتم كأنه حرف الراء كأنه تكتبون حرف الراء نعيد عليها بالقلم الرصاص وبعد ذلك نعود بشكل مستوي نرجع نستخدم المصدره لاحظتم إذن رسمنا الجزء الأول الحين نحاول نرسم الجزء الآخر تحدثنا أن الجزء الآخر أبنائي وبناتي رح يكون ماذا؟ مثل الزاوية كأنه عمودين متعامدة إذن هذا الجزء الأول لاحظوا معي هنا الجزء الأول بعدين رح يصغر المسافة في نهاية الخنجر رح تكون أصغر لذا نطول الخط هنا أطول من السابق إذن رح أضع المصدره وحاول أن يكون الخط أطول بعدين أرسم الاتجاه الآخر وراح تكون المصدره هكذا بالشكل هذا مائل لاحظوا إلين نهاية أو التقاء الخط الثاني بالخفيف قدم الرصاص خفيف بالشكل هذا بعدين أرجع مرة ثانية وأسوي هكذا عمود متعامد أيضا بالشكل الخفيف لاحظوا هنا أبدأ أبنائي وبناتي أنا أرسم وأحدد في المنتصف بين العامدين التقاء وأمسح الخط المتعامد مع ذرا استخدام المساحة وأزيل الآن أنا رسمت الخنجر لاحظتم الخنجر كيف استخدمنا أدوات متوفرة عندنا المصدره قلم الرصاص كراسة الخب كراسة الرسم وبدأنا نرسم أجزاء أو نموذج لرسم الخنجر أكتملت زي ما تشوفون عندي رسمة الخنجر أنا وافقة أنه لو اتبعنا الخطوات أنا راح تكون رسماتكم أجمل مما ظهر لدي بتكون كذلك أكثر إبداع وإتقان ومشكلة نعيد ونتمرن أكثر يا أبنائي وبناتي حتى تظهر معنا بشكل جميل إذن راح نشيل الزوائد اللي ظهرت معنا بالقلم الرصاص عن طريق مسحها ونبدأ حتى نعد الرسمة لرسم الزخارف الشعبية اللي راح نطبقها على الخنجر لنشاهد تفاصيلها لاحظوا التضليل هنا لاحظوا الزخارف الموجودة والنقوش الموجودة على الرسمة اللي أمامكم بعد ما طبقنا التطبيق عملي بالنسخ من نموذج يظهر أمامنا استخدمنا فيه كراست الرسم شكال هندسية مصطرة قلم رصاص أبنائي وبناتي سطعنا رسم ماذا؟ سطعنا رسم نموذج لخنجر في البداية راح نلاحظ ما هي النقوش الموجودة على الخنجر ونبدأ نطبقها خطوة خطوة إذن أبنائي وبناتي وصلنا إلى نهاية درسنا ألقاكم على خير بإذن الله وتجربة ممتعة لكم في رسم الخنجر لا تنسون أبنائي وبناتي التدريب على الرسم وملاحظة التفاصيل الموجودة البحث عن استخدام محركات الرسم على رسمات الخنجر استودعكم الله معكم معلمتكم منال صالح الغريب